أهلاً أصدقائي ومرحبا بكم بدرس جديد من دروس HTML المقدمة من قناتنا بالدرس السابق سؤلفنا عن النصوص وكيفية تغيير بعض خصائص النص هذا الدرس راح يكون خاص بالصور وكيفية إضافة صورة للموقع وتغيير خصائص الصورة وحجم الصورة وكذلك شلون نضيف خلفية أو background للموقع نفتح الـ document واللي سميناه web بالدرس السابق ونكتب هذا الشكل الثابت للـ HTML واللي قلناه نكتب بكل مشروع بالـ HTML حتى نضيف صورة نكتب التعليمة التالية كل بساطة ها هي تعليمة كتابة الصورة بداية قوس ونكتب IMG اختصار image وبعدين عدنا SRC هاي ثابته يساوي اسم الصورة وصيغة الصورة اسم الصورة new هاي هي الصورة new وصيغة الصورة بـ ENG لازم صيغة الصورة تكون صحيحة نقدر نطلعها بـ ENG طبعا لازم تكون داخل دبل كوتان فننهي كتابة تعليمة الصورة ونضغط حفظ مثل ما حفظنا كل ملف سوينا هسا نفتح صفحة الويب لاحظ تم اضافة الصورة بنجاح هاي الصورة ضفناها الان داخل my first web site طبعا احيانا تواجه المستخدم مشكلة مثلا بسبب ضعف الانترنت وغيرها فبعض الصور ما تنفتح بصورة صحيحة فتظهر كلمة بدل الصورة نقدر نضيف هاي الكلمة عن طريق التعليمة الجديدة A L T يساوي والكلمة اللي تريدها تطلع مثلا في حال عدم ظهور الصورة نكتب try again ونسوي حفظ راح نغير شي بالصورة حتى نسوي مشكلة وما تظهر الصورة راح نغير صيغة الصورة لاحظوا بحالة عدم ظهور الصورة راح تطلع لك هاي الكلمة try again اللي ضفناها بتعليمة A L T طبعا راح يخترب بالك السؤال شلون اقدر اغير حجم الصورة مثلا الطول او العرض ببساطة تكتب what يساوي الحجم اللي تريده نفرض 100 بعدين تكتب hi مثلا 120 تحفظ الملف لاحظ تغير حجم الصورة تغير حسب الحجم اللي تريده وفي حال كنت تريد تضيف نص ملاصق للصورة يظهر ويا الصورة يشرح مثلا الصورة مجرد انك تضيف هاي الفارغراف مع تعليمة الامج بالبداية وبنهاية التعليمة وتكتب النص اللي تريده مثلا hello everybody وتحفظ الملف لاحظ hello everybody هاي اغلب الامور اللي تخص اضافة الصورة والتعديل على الصورة بعد ذلك راح نتعلم شلون نغير ال back ground مع الصفحة او الويب سايت طبعا التغيير ال back ground مع الصفحة تكتب هاي التعليمة البسيطة style يساوي background شارع شارع image شكل كامل image تكتبها بشكل كامل مو مختصر url خلي هنا نرابط الصورة طبعا الصور حاليا احنا جاي نخلي نبدي سكتوب مجاور الملف في document اذا كان داخل new folder لازم تخلي كل ملفاتك داخل نفس ال new folder او تشير المكان الصحيح راح نخلي الصورة هاي راح نخلي هاي الصورة اسمها bg background اذا نكتب bg dot امتداد الصورة jpg نغلق القوس طبعا نكتب single quote قبل اسم الصورة وبعد صيغة الصورة حاليا هنا من الكتابة مجرد نضيف double quote هاي انتهت تعليمة background لا تنسى ان تكون داخل body داخل تعليمة body نحفظ الملف ننبغي وخطأ مجرد طبعا الخطأ هنا ال back ground نحفظ الملف نحفظ الملف نحفظ الملف نحفظ الملف مجرد التغير الخلفية مجرد التغير الخلفية وال back ground الجديد اللي ضفناه على صفحتنا اللي سويناها بالHTML بقى أمر أخير شلو نضيف صورة من مكان آخر مثلا هذا الفولدر اسمه HTML نقدر ناخذ امتداده ونضيف من داخل صورة إلى داخل صفحة الوي نجي إلى مكان الصورة نكتب امتداد الملف H اسمه HTML شارحه اسم الصورة اللي بداخله مثلا نحفظ الملف لاحظ هاي الصورة اللي هي الامج نضافت من داخل ملف اللي اسمه HTML مجرد كتبنا امتداد الملف هاي كانت أهم الأمور اللي تخص إضافة صورة وإضافة background والتغيير بعض خصائص الصورة أكو أمور أخرى راح نحاول نشرحها بالدروس الجاية لا تنسى نترك تعليق إي خص هاي الدروس أو إذا كان عندك استفسار أيضا لا تتردد بطرحة ونشوفكم بالدرس الجاية ترجمة نانسي قنقر